اشتركوا في القناة حول الكتلة الاكبر تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر يمتلك اكبر عدد من المقاعد في البرلمان ب73 مقادا ورغم ذلك فانه يواجه كثيرا من التحديات ابرزها معارضة بعض الكتل لمشاريع السياسية ومع انطلاق اعمال البرلمان باتت هناك بعض التحديات السياسية ابرزها عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ما عدا رئاسة البرلمان التي حسمت قبل قليل وهذا الخلاف هو بين كل الاطراف السياسية والمرشحة لهذه المناصب فما هي طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية وما هي المفاجآت التي انطوت عليها الجلسة الاولى وماذا تعني من ناحية الكتلة الاكبر التي يتعين ان تشكل الحكومة بعد ان حسم امر رئيس البرلمان وبقي منصب رئيس الجمهورية قيد المداولات شكرا لكم بعد ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات العامة في العراق ها هو البرلمان يعقد اولى جلساته بعد الاعلان عن استكمال الاستعدادات لذلك جدول الاعمال يتضمن انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه على ان يختار النواب الجدد رئيسا للبلاد يكلف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة نظريا تبدو الامور ممكنة لكن عمليا يعترض طريق هذه الخطوات مطبات كثيرة ابرزها عدم التوافق حتى الان بين الكتل السياسية الواضح حتى الان هو انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان الجديد خطوة متوقعة وجرى الحديث عنها خلال الايام الماضية ويجرى الان النظر في الخطوات اللاحقة ويتصدر التيار الصدري الكتل السياسية في هذا البرلمان ب73 نائبا من اصل 329 نائبا وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حدد في مرسوم اصدره الشهر الماضي موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير في خطوة تمهد السبيل امام تشكيل حكومة جديدة ويعد الفائز الرئيسي في انتخابات العاشر من اكتوبر الماضي مقتدى الصدر الخصم السياسي لتحالف الفتح الذي يضم فصائل مرتبطة بالحجد الشعبي المتحالف مع ايران والذي حصل على 17 مقعدا فقط وكان الصدر قد جدد موقفه من تشكيل حكومة اغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية على حد وصفه في اشارة الى رفضه التدخل الامريكي الايراني في سياق تشكيلها وفيما اخفقت القوى السياسية العراقية حتى الان في تطويق خلافتها ان كان على صعيد الكتلة الاكبر او تقسيم المواقع السيادية المتمثلة بالرئاسات الثلاث مشاهدين اهلا وسهلا بكم الى هذا الحوار ارحب ضيفي من بغداد الاستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي ومن لندن معنا سيد طالب العواد الباحث السياسي اهلا وسهلا بكم ابدأ من لندن مع الاستاذ طالب العواد الان في اليوم الاول حسم موضوع رئيس البرلمان وكما جرت التوقعات بان السيد الحلبوسي احتفظ بالمنصب كيف نقيم هذا الاتفاق في اليوم الاول مرورا بكل ما دار في البرلمان هذا اليوم من فوضى وتدافع عدت الى رئيس ان ينقل رئيس برلمان السن الى المستشفى تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم والضيف الكريم يعني رح تفتح قاوس لمسألة في تقديري جدا جدا مهم انه حسمت يعني العقدة الاولى حسمت بشكل يعني رغم كل اللي جرى في مجلس النواب اليوم لكن حسمت هذه العقدة في تقديري مهمة جدا اما العقدة الاكبر وهي هل عقدة رئيس الوزراء وحتى عقدة رئيس الجمهورية حلت بشكل عدل اخوة الاكراد عندما طرحه يعني طرحه السادة يعني البارتي طرح نائب لرئيس مجلس النواب طرح يعني بمعنى ستذهب الرئاسة للاتحاد الوطني في كل المراقبين في التقديرات وفي المتابعين للحدث السياسي العراقي انه هناك تبقى التشكيلة يعني تشكيلة برهم صالح مع حفظ الالقاب برهم صالح الكاظمي الحذبوسي هذه التشكيلة ستبقى حسب كل المعطيات التي تجري في العراق وحسب كل المداولات السياسية وما خرج عنها من ترشيحات السبب في تقديري هو انه البيت الشيعي بيت متفصخ ومنتهي على ما يبدو والصراع الداخلي يأثر بشكل وبآخر على الموقف في التغيير يعني والبيت الشيعي ملتحم بشكل ووضحت عندهم الرؤية بشكل واضح ومعلوم كان اعتقد الموقف يتغير دعني اتوقف معك استاذ طالب تقول الامر حسم التشكيلة الثلاثية الموجودة الحالية ستبقى على اي اساس تستند في هذا القول وجود الحلبوسي لا يعني وجود برهم صالح لان هناك خلاف كردي وبالنسبة للكاظمي التائر صدري لم يحسم المسألة حتى يبقى شوف سيدي الفاضل خلأ ادرج لك الموقف بشكل هادئ اول شي عندما طرحوا الاخوة الكرد يعني البارتي طرح ممثلة للبرلمان يعني اخذ حصة بالبرلمان ولم يأخذ حصته في رئاسة الجمهورية يعني ترك رئاسة الجمهورية الى الاتحاد الوطني هذا مؤشر يعني مؤشر جدا جدا كبير عندما اختلفت الصورة عندما كان يعني اذا تختلف الصورة عندما كان المرشح لمجلس النواب من الاتحاد ممكن يكون الرئيس من البارتي لكن الان بقت المسألة اما مسألة الكاظمي انا في تقديري وهذه مسألة جدا جدا مهمة يجب ان يعرفها القاسي والداني الكرد والتيار الصدري وحتى الحلبوسي هو يدعو الى الكاظمي يعني الكرد لن يجربوا شخص اخر عندهم تجربة مع سيد الكاظمي كانت تجربة الى حد ما ناجحة الى حد كبير فلذلك في تقديري هذه المسألة وضحة الصورة هذه وضحة الصورة يعني وضحة عندك الصورة وعند المشاهد انه لا يتعارف مع الكرد ولا يتعارف مع السنة بالاضافة الى مسألة جدا جدا مهمة هناك قبول عربي للسيد الكاظمي وهناك قبول اوروبي للسيد الكاظمي وقبول أممي للسيد الكاظمي والولايات المتحدة يعني مجلس هناء السيد الكاظمي الولايات المتحدة هناء السيد الكاظمي على ادارة العملية الانتخالية ربما هذه هي تحليلات منطقية ولكنها تبقى في اطار التوقعات ورحب ضيفي من جديد من بغداد الأستاذ علي فضل الله أستاذ علي من جديد أهلا وسهلا بك نبدأ من حيث حدث الساعة انتخاب السيد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة جديدة والآن يجري أو تجري مراسيم انتخاب النائب الأول والثاني كيف تقرأ وأنت في بغداد أقرب منا جميعا للأحداث هذا المشهد في البرلمان ما الذي يجري وما هي الرسائل التي تنطلق من هناك بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك حياك الله سلام يعني المشهد الغالب منذ إجراء الانتخابات ولحد الآن هو الفوضى التي تسير يبدو العملية السياسية خصوصا في هذه الدورة البرلمانية يعني استغرب من كلام الضيف يقول العقدة الأولى انتهت كيف انتهت أولا من المقترض في ظل نظام ديمقراطي أن يكون التبادل السلم للسلطة ما حصل اليوم ونحن قد بعيد كل البعد عن الإجراءات السليمة والسلمية يعني هناك أولا استخدام القوة المفرطة باتجاه رئيس البرلمان كبير السن ثانيا إذا عدنا لمادة 54 تقول تدار الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سنًا على أن لا يتم تجاوز المدة الإلقاء الدستورية اللي هي 11 يوم من بعد مصادقة رئيس الجمهورية الآن نحن في اليوم 13 يعني عدنا يوم بعد الرجل خرج من الجلسة تحت تهديد القوة كان من المفترض وهو اللي رفع الجلسة فمو من حق حقيقة أي شخص أن يصعد مكان السيد محمود المشهداني ويكمل عملية إجراء الجلسة لذلك من حيث القانون أنا أعتقد الموضوع الآن فيه خرق دستوري وقانوني والإجراءات التي حصلت اليوم هي إجراءات غير صحيحة بالكامل وأعتقد الإطار التنسيق وباقي القوة المتضررة من هذا الإجراء سوف تطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية طبعا السائد الآن في المشهد السياسي لحظة أستاذ علي من فضلك أريد أن أفهم منك بعض الأشياء لو سمحت قلت أن هناك استخدام للقوة والذي أدى إلى أن ينقل السيد المشهداني إلى المستشفى من الذي استخدم القوة وكيف؟ نريد أن نفهم هذه الجزئية جنابكم شاهدتوا حقيقة إجراءات الجلسة يعني بمجرد تقديم الإطار التنسيقي على أنه الكتلة الأكبر واللي جمع 88 توقيع أمام التيار الصدر الذي قدم 76 توقيع حصلت فوضى عارمة وكأنه قامت الدنيا ولم تقعد لذلك بعد هذا الإعلان حصل حقيقة إجراء غير قانوني غير دستوري من قبل أعضاء التيار الصدر باتجاه رئيس مجلس البرلمان الكبير السن أستاذ محمود المشهداني تقصد من هذا الكلام أستاذ علي أن هذه القضية مقصودة لأن القضية التي تتهمون التيار الصدري فيها تقصد أنها تمت عن سابق نية لتخريب توقيع رئيس البرلمان على الوثيقة الكتلة الأكبر التي قدمها الإطار التنسيق صحيح؟ نحن بالقانون سمي بالجرم المشهود والموضوع ما يحتاج يعني النواهي أعتقد الإسراءات كانت واضحة أمام الكاميرا وعلى العلن الموضوع حقيقة بعيد كل البعد أولا أن ذكرت عبارة التبادر السلمي للسلطة صحيح لذلك البرلمان الذي من المفترض أن يكون انموذج للشعب العراقي باحتبار أولا ممثل لعموم الشعب العراقي ومن المفترض هو السلطة التشريعية التي من خلالها سوف تسن القوانين كيف نستطيع أن نحترم القوانين التي سوف تسن ونحن في أجواء فوضوية بعيدة أفهم منك أستاذ علي استنادا لما تقدم لما تفضلت به أنكم تطعنون في من أنابى في قانونية ودستورية من أنابى عن السيد محمود المشهداني وهذا ينسح بالطعن على أيضا اختيار السيد الحلبوسي إذن أنتم لا تعترفون لا بمن أنابى عن المشهداني ولا بانتخاب السيد الحلبوسي هل هذا صحيح؟ واقع يعني كمواطن الآن وأعتقد الإطار التنسيقي تحديدا سيتقدم في أشياءكم أنا كمواطن وكرجل قانون الذي لاحظت حقيقة كل الإجراءات غير سليمة وهناك تعمد يبدو أنه موضوع استراتيجية تجريف واحد القوة السياسية مستمر يعني من خلال التلاعب نتائج الانتخابات إلى مصادقة المحكمة الاتحادية مرورا بجلسة اليوم يبدو أنه عنصر القوة هو الذي سوف يسود في المرحلة القادمة والديمقراطية بهذه الشاكلة أنا أعتقد أكل الدهر عليها وشرب نعم أستاذ طالب العواد ما رأيك بهذا الطرح؟ قلت أن العقبة الأولى في بداية الحديث قد تم تجاوزها وربما تسير الأمور بما هو أفضل لكن هنا الأستاذ علي يقدم رؤية بأن الإطار التنسيقي لا يعترف بما جرى لأن استخدمت فيه القوة وبالتالي يشكك في شرعية وقانونية ودستورية منناب عن السيد المشهداني وحتى في شرعية السيد الحلبوسي ستكون واضح معك ومع المشاهد ومع الأخ الفاضل ضيفكم من بغداد فترة الإسلام السياسي انتهت في المنطقة تجربة المغرب 128 نائب جاب 12 نائب تجربة تونس حزب النهضة ونهايته التجربة المصرية ونهاية الإخوان المسلمين تجربة 18 سنة من الفشل الذريع لهذه القوة السياسية 18 سنة ولم يقدموا إلى العراقيين أي منجز لا على صعيد الخدمات لا على الصعيد الداخلي الاجتماعي ولا على صعيد حل الأزمات هناك أزمة جدا جدا خانقة في العراق هي أزمة هؤلاء البطالة الكبيرة الآن الجامعات تقذف بالسنة 150 شاب ويذهبون إلى البطالة هذه كل المسائل الآن في تقديري تمت معاقبة هذه القوة السياسية من خلال صناديق الاقتراح حسة المشهد الذي يتغير الآن في تقديري المشهد لا يتغير طالما وضع السيناريو بهذا الشكل لذلك وضع السيناريو كيف؟ أنهى الإسلام السياسي في العراق بشكل بسيط جماهير عاقبة هذه القوة يعني راحوا 20% للانتخابات وفي العشرين بالمية كان أضرب لك مثل جدا جدا بسيط هذا الكلام صحيح ولكن واقعا واقعا الآن نعم أدوصل مسألة من خلال هذا الاستنتاج أنه يعني اللي جاب 42 و 44 جاب صوتين اللي جاب كان عنده 21 سيد عمار الحكيم جاب صوتين السيد العامري كان عنده بـ 48 جاب 17 كل هذه العقوبات التي تمت يقولون تزوير هذه معاقبة في تقدير كل المراقبين النتيجة تطبيق على أرض الواقع أحسنت أنا اللي أريد أقوله إذا عدتكم ملاحظات يعني مثل ما ذكرها الأخ الفاضل في بغداد يجب الذهاب إلى المحكمة الاتحادية يجب تقديم شكوى شكوى بذلك لكن كل هذا لماذا صوتوا للمشهداني ولم تخرجوا بعدم التصويت للمشهداني كان مفروض هذه القوة تنسحب إذا عدها موقف بأزاء هذه العملية الانتخابية أنا في تقدير كل المراقبين أنا أعتقد الذي وضع السيناريو السيناريو واضح المعالم ستبقى الرئاسات الثلاثة ومهما يكون ومهما تستخدم الشارع تستخدم السلاح الآخرين هم يمتلكون السلاح المقتدى يمتلك السلاح البال حنزل قوات السلام بمدينة الثورة وبعض المدن هكذا وكالات الأنباء تقول لذلك هل احتراب البيت الشيعي وهذه مسألة جدا جدا مهمة هل العراق مقبل على احتراب شيعي شيعي هذا السؤال المطروح هل هذه القوة عندها استعداد أن تتجابها مع بعض أم هناك هناك من الحكمة ومن الحكم يعني يعطى تجربة للسيد الصدر 18 سنة أنتو جربته حزب الدعوة على سبيل المثال جرب 12 سنة أو أكثر من 12 سنة أيضا السيد الصدر كان جزء من الحكومات أستاذ طالب وأيضا جزء من الفساد هو ليس يمثل تنزيهنا واختلافا ودعني أتحول لو سمحت إلى الأستاذ علي أنا دائما أختلف الصدر جزء من المنظومة والبنية السياسية لنعطي بعض الفرصة لأستاذ علي أستاذ طالب لو سمحت أستاذ علي هنا تقولون سنلجأ إلى القضاء ولكن لجوءكم إلى القضاء هذا يعني الطعن في شرعية وفوز السيد الحلبوسي ألا تخسرون هنا السيد الحلبوسي الذي يمكن أن يتحالف مع الإطار التنسيقي إذا ما تطابقت المصالح لتعبيد الطريق أمام تشكيل الكتلة الأكبر من خلال الإطار التنسيقي يعني قبل أن أجيبك على السؤال الحقيقة يعني ساقك أذيب مع جل احترام أضيف الكريم والخطاب الشعبوي هذا بعيد كل البعد عن المنطقة تكلمت بلغة الدستور والقانون كان الأولى بالضيف أن يرد علي بالقانون الدستور موضوع يعني إنهاء الإسلام السياسي أولا هذه أكذوبة غير حقيقية ومعاقبة الجمهور للإسلام السياسي أعتقد كذبة وفرية عظيمة ولطالما أكدتها في أكثر من اللقاء واليوم أكررها أولا السيد الحلبوسي التيار الصدري الدموقراطي الاتحاد كل هذه الحركات السياسية هي من ضمن الحكومة التي سماها بالحكومة الفاشلة الحكومة التوافقية أولا الحكومة لم تكن نعم أنت على الهواتف فضل الأستاذ علي نسمعك نسمعك أستاذ علي طيب أتحول إلى الأستاذ طالب عواد مرة أخرى أستاذ طالب عواد هنا يجري الحديث عن الخلافات السياسية والآن رفعت الجلسة بسبب الخلافات ما هو مصير الكتلة الأكبر حتى الآن الأمور تصب في صالح أي جهة بالتغييري لأنه طالما هناك توافق بين السنة يعني المكون السني وعلى أسف هذه التسميات مع المكون السني والصدريين وبعض المستقلين وحتى بعض الكورت توافقهم مع السيد الصدر هناك سيناريو على ما يبدو هو الذي يسير هذا السيناريو هو إعادة تشكيل نفس الشخصيات ونفس الرسوم في المرحلة القادمة هل هناك تغيير في تقديري لا يوجد أي تغيير بهذه المرحلة من خلال المسألة التي أركز عليها الحلبوسي جزء من التخفاق مع السيد الصدر السيد الصدر متفق مع الحلبوسي حتى على جزئيات المرحلة القادمة أيضا متفق مع الأكراد في هذه الجزئيات لذلك المشهد واضح والخسران على ما يبدو لغته أعلى من خلال المرحلة السابقة إذا ما سلمنا جدلا بما تتفضل به الآن بأن هناك طبخة سياسية سيقصى فيها الإطار التنسيقي ولكن كيف يمكن من النحية العملية أن تسير الحكومة من دون الإطار التنسيقي لأن لا أحد في العراق يؤمن بفكرة المعارضة ويقبل بأن يكون معارضا في البرلمان إذا ما أقصي إذا ما تم إقصال إطار التنسيقي من رئاسة الوزراء فإن سيثم إرضاؤه خلال الحكومة بلأ أدنى شك أتفقوا إياك يعني الكثير سينزل من يعني من سفينة السيد المالكي ويلتحق بالصدر يعني إطار التنسيقي سيلتحق يعني الكثير من عدم سيلتحق بالسيد المالكي يعني يعني العفو بالسيد الصدر وخير مؤشر يعني لذلك ما طرحها عمار الحكيم سيد عمار الحكيم طرح المسألة أنه إحنا يعني لن ندخل في المرحلة القادمة في تجاذبات سياسية أيضا يعني إذا يعني إذا هناك إذا هناك تغيير للسيد الكاظمي فالمرشح يعني هناك مرشحين هكذا تداولت وترشحت وسائل الأنباء أنه العبادي محمد توفيق علاوي كل هؤلاء إذا هاي يجب إرضاء يعني إرضاء السيد الصدر بذلك لذلك كل المشهد العراقي يعني المشهد والسيناريو رايح بشكل واضح المعالم في تقديره من خلال اليوم يعني اليوم وضحت الصورة وربما هناك من يقرأ المشهد بالعكس عادة معنا السيد علي فضل الله أستاذ علي واصل تفضل واصل ما كنت تتحدث به وأريد أن أسأل أيضا اليوم عن ربما مآلات هذا المشهد إذا ما نسف منجز اليوم في البرلمان ما هي السيناريوهات المتوقعة للخطوة القادمة كيف يمكن أن يثبت الإطار التنسيقي فكرة الكتلة الأكبر وهو يخضع لمنافسة شرسة من الصدريين يعني لا مشكلة حقيقة في الإجراءات الدستورية يعني أي إن كان الآن الكتلة الأكبر واضح رسالة الإطار التنسيقي أنه إذا كان هناك فعلا مسار دستوري قانوني فلا بأس أن يكون التيار الصدري هو الكتلة الأكبر لكن وفق مسار قانوني دستوري لكن بهذه الشاكلة أنا أعتقد الدستور غيب بل قانون أيضا غيب وأعود لكلام الضيف فريت أنه انتهاء الإسلام السياسي خلينا ذكر التيار الصدري من أين جاء أليس من التيار من الإسلام السياسي ألا يعتبر جزء من الإسلام السياسي اليوم شاهد اللقاء طريقة الدخول للتيار الصدري وترديد الشعارات ألم تكن إسلامية إذن هذا الموضوع أعتقد بعيد كل البعد عن الحقيقة ولو كان فعلا الجمهور عاقب الإسلام السياسي كان الأولى أن يعاقب التيار الصدري فهو مرتكز في الحكومة السابقة الحكومة التي انتهت ولايتها من المفترض أن يتم معاقبته البرلمان السابق ورئاسة البرلمان تعتبر أفشل دورة برلمانية مربعها العراق خلال الدورات البرلمانية السابقة لماذا لم يعاقب السيد الحلبوسي كذلك الديمقراطي كان جزء من العملية السياسية فعلا للفاشلة لماذا لم يعاقب أن الموضوع حقيقة لا نتحفظ ولطالما قلنا هذا الموضوع أن هناك كان تلاعب كبير في النتائج الانتخابية الإطار التنسيق وبكل روح رياضية سلم بعد المصادقة اليوم أعتقد حضر بأسلوب حضاري أسلوب قانوني دستوري عفوا وأقدم حقيقة الورقة بأسلوب يعني بأسلوب صحيح المشكلة في ردة الفعل الغير قانونية الغير دستورية من قبل التيار الصدري لذلك هناك مؤامرة كبيرة تحاكم باتجاه البلد وتحديدا باتجاه بعض القوى السياسية التي تريد إخراج القوات الأمريكية كل هذا المشهد وضبابية هذا المشهد هي تعود إلى مطالبة هذه القوة بإخراج الجانب الأمريكي أما المتوقع أما المتوقع تفضل حتى أسأل من بعد يتفضل نعم المتوقع أذا تسمح لي عفوا تفضل المتوقع أنا أعتقد لا بأس يعني في موضوع السيد الحلبوسي أعتقد الإطار لا يمانع يعني وهناك علاقات وثيقة ما بين الإطار والسيد الحلبوسي لكن طريقة الاقتراع لم تكن قانونية وبموضوعة ليشاري الضيف لماذا لم ينسحب أعضاء الإطار التنسيقي كامل أعضاء الإطار التنسيقي انسحبوا بعد ذهاب السيد المشهداني إلى المستشفى لذلك الجلسة لم تكن قانونية وللأسف الغش والتدليس يبدو أنه سمت هذه الدورة الانتخابية ابتداءا من موضوع دارة ملف الانتخابات مرورا بالمصادقة وحتى طريقة الاقتراع لهذا ألا يتحمل السيد المالكي أستاذ علي كبير جدا وتنذر بشؤم كبير من سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ألا يتحمل السيد المالكي وزر كل هذا التيه السياسي هذه الفوضى بسبب ما حدث في العام 2010 على مفهوم الفائز الأكبر ودخلنا في هذا الدهليز وتفسير المحكمة الاتحادية أليس كل هذه التداعيات وهذا الصداع بسبب السيد المالكي الذي يعود للمشهد الآن بذات الآلية الخلاف على مفهوم الكتلة الأكبر يعني هذا للأسف من ضمن التضليل الإعلامي يعني مع جل احترام اللي رأيك ورأي حضرتك سيد الكريم هذا ليس رأي هذه حقيقة السيد المالكي التفى على السيد علاوي 2010 بمفهوم بسبب أكبر إذا تسمح لي إذا تسمح لي فضل عفوا نعم نعم أولا هناك سلطة قضائية وهذه السلطة القضائية من المفترض أن تكون مستقلة وأعطت الرأي في هذا الموضوع أعطت التفسير الدستوري والقانوني بهذا المجال أكدت هذا التفسير عام 2014 أكدت عام 2019 عندما حصل خلاف بعد إقالة أو استقالة السيد عادل عبد المهدي وحصل خلاف ما بين حقيقة قطبي المعادلة السياسية البناء والإصلاح ما بين فتح والتيار الصدري وأجابت المحكمة الاتحادية بنفس الإجابة لعام 2010 وعام 2014 و2019 لذلك إذا كان أكو خطأ فهنا تشكيك مع جل الاحترام الجنابك هناك تشكيك بسلطة القضاء العراقية منفسر هذه المادة لسي السيد المالكي قد تكون في عهد نعم بدأت هذه المشكلة لكن هناك سلطة مختصة الدستور العراقي بيّن الأمر لا يحتاج لتفسير وإلا ما فائدة الانتخابات إذا كانت الانتخابات تفرز فائزين ولكن هؤلاء الفائزون لا معنى لفوزهم إلا بالإتلاف وتجميع الأصوات الانتخابية إذا لا فائدة للانتخابات أستاذ علي إثارة لطيفة من جنابك لا 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 عفوا إثارة لطيفة من جنابك أولا دعنا ننتبه لجانبهم النظام النظام السياسي في العراق نظاما برلمانيا إذا سلمت فقط للفائز فهذا الموضوع وكأنه نظام رئاسي النظام البرلماني يحتاج إلى كتلة برلمانية أكبر لماذا؟ باحتبار أنه أول موضوع التصويت على رئيس الجمهورية شاهدنا اليوم ونائبيه وكذلك رئيس عفوا للبرلمان ورئيس الجمهورية والنواب وكذلك رئيس مجلس الوزراء والمصادقة على الحكومة يتم من خلال الأغلبية يعني نحتاج إلى عدد موجود داخل الختلة الأكبر لذلك المشرع قد يكون موضح المادة بما أنه موجودة محكمة اتحادية أعطاها الدستور تفسير المواد ففي حال وربما هذه هي المحكمة التحادية لذلك لازم بالسيد المالك في هذا الموضوع وأيضا التكييف السياسي موجود للأسف في العراق على كل حال شكرا جزيلا لك من بغداد الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي وشكرا جزيلا إلى ضيفنا في لندن الأستاذ طالب العواد الباحث السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا